استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع الرئيس الزامبي أدقر شاقو لونغو العلاقات وأوجه التعاون الثنائي إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية كان الملك استقبل رئيس الزامبي كما كان في استقباله الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة حيث أجريت للرئيس الزامبي مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلمان الوطني للبلدين ثم استعرض حرس الشرف عقب ذلك صاحب الملك الرئيس اللونغو إلى صالة الاستقبال الرئيس بالديوان الملكي حيث صافح أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وقد قام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما لرئيس جمهورية زامبيا والوفد المرافق له حضر الاستقبال عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وعدد من كبار المسؤولين